العنف بين الجيش اليمني ورجال القبائل من جهة ومسلحين حوثيين من جهة أخرى أما في محافظة أبيان جنوب البلاد فقد أفادت مصادر محلية أن عشرات القتلى والجرحة سقطوا إثر قصف الطائرات السعودية لمواقع مسلحين حوثيين في المحافظة القصف الجوي طال اليوم أيضا معسكرا لجماعة أنصار الله الحوثية في العاصمة صنعاء وذلك غدا تستهداف محطة للوقود ومبنى حكومي في المدينة ومع تواصل غارات عاصفة الحزم يزداد التوتر في منطقة نجران على الحدود اليمنية السعودية حيث قصف الجيش السعودي قرية المندبة مؤكدا أن الأمر تحت السيطرة حالة التأهب على الحدود اليمنية السعودية تقلق نائب الرئيس اليمني خالد بحاح الذي يخشى عملية برية للتحالف في اليمن نأمل أن لا تكون هناك قريبا حملة برية موازية للحملة الجوية نأمل أيضا أن يتفهم الشعب اليمني هذا لأن الخسائر البشرية ستكون أعلى من الآن إذا كانت هناك حملة برية مخاوف بحاح مبررة خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن ترجمة نانسي قنقر